موسيقى مشاهدين أهلا بحضراتكم جهود كبيرة بتقوم بيها وزارة النقل استعدادا لفتتاح محطة قطارات صعيد مصر أمام المسافرين كن المحطة هي نقطة البداية والنهاية لقطارات خطوط الصعيد والمناشي مع افتتاحها المحطة الجديدة من المقرر أن يخف الازدحام على محطة مصر برمسيس وأيضا على منطقة رميدان رمسيس بالكامل على أن تستمر محطة رمسيس في استغبال قطارات خطوط الوجهة البحرية محطة قطارات صعيد مصر الجديدة موقعها في منطقة بشتيل بالقرب من محور 26 يوليو بجوار رئاسة حي إمبابة بالجيزة بيجري الآن تنفيذ التشتيبات الهائية بها انتهت السكة الحديد من تشتيبات أرصفة قطارات الصعيد وجاري الانتهاء من أرصفة المناشي يتم تشتيب المول التجاري أيضا بالمحطة تم زراعة مدخل المحطة بالأشجار والنخيل كما تم الانتهاء من تشتيب الوجهة الرئيسية للمحطة من جهة قسم إمبابة كما تم تشتيب الهرم الزجاجي اللي يميز المحطة ويتوسطها بداخله أربع مسلات فرعونية بتستخدم اتنين منها كمصاعد لربط الجراش والأرصفة بصالة التذاكر محطة قطارات صعيد مصر مكيفة بالكامل مقامة على مساحة 239 ألف متر بما يعادل 57 فدان ارتفاعها 3 أدوار مقسمة لمول تجاري وبدروم يستخدم جزء منه جراش وجزء آخر كخدمات للسيارات بهم ممرات بتربط الأرصفة بالمحطة بالإضافة إلى صالة التذاكر كذلك تم ربطها بممرات للسيارات مع الشوارع الجانبية للمحطة الجراش الموجود بيسع بالمدروم 250 سيارة مخازن محال لخدمة السيارات والصيانة كما تم ربطه بالطرق الرئيسية من خلال أربع مداخل وأربع مخارج للسيارات جاري إنشاء جراش متعدد خمس أدوار بيسع ألف ومائة سيارة بالقرب من المحطة أيضاً المحطة تم تنفيذها على مستوى عالمي من خدمات محطة داكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني متشبه المتاحف المصرية القديمة تتميز بالبهو الضخم والأعمدة الضخمة والمسالات الفرعونية والنقوش الفرعونية تتزين جدرانها كما تحتوي على شاشات إرشادية للركاب بوابات للتذاكر الإلكترونية ماكينات تيفي أم لقطع التذاكر إلكترونيا وكاميرات مراقبة ومتاح فيها أيضاً خدمة الواي فاي تم دعم المحطة بنظام حديث للإطفاء والإنذار في الوقت الحالي تم البدء في تركيب البوابات على مدخل الأرصفة الموجودة بالمحطة على خط الصعيد وخط السد العالي المناشي إسكندرية كذلك يتم تطوير الشوارع المحيطة بالمحطة تطلع على ثلاث محاول رئيسية بكل منها مدخل خاص بالمحطة بيمثل المول التجاري جزء مهم ورئيسي للمحطة بتعتمد عليه الوزارة في تفطية مصاريف التشغيل وتكاليف الإنشاء كذلك بيوفر خدمة هامة للسكان بمناطق المهندسين شارع أحمد عرابي شارع سودان ومناطق بشتير والدائري والمناطق محيطة بي يعتبر المول التجاري الوحيد في المنطقة أيضاً المحطة الجديدة بتضم 28 شباك للتذاكر كذلك دوارات المياه وتضم 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع سودان أربع أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى سكة كفوش المحطة كما تضم المحطة ورشة صيانة عربات القطارات واللي بتشمل 12 سكة بالإضافة إلى ورشة صيانة الجرارات واللي بتشمل 6 سكة لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات وكذلك جاهزية المباني ده كان كل الجديد والمتعلق باستعدادات وزارة النقل للافتتاح محطة القطارات صعيد مصر أمام المسافرين لتكون المحطة هي نقطة البداية والنهاية لقطارات خطوط الصعيد والمناشي زي ما وضحنا لحضراتكم في هذه الترطية أنا أشكركم شكراً جزيلاً على المتابعة وإلى اللقاء